في حلقة فاتت هتلاقيها في الآي اللي هتظهر لك هنا كنا اتكلمنا على مزايا امتلاكك شاشة برفريشريت عالي او شاشة معدل التحديث فيها عالي زي مثلا ال 144 هرتز بما ان ده حاليا التردد الاكثر شيوعا بعد ال 60 هرتز فسريعا كده تواجد الرفريشريت العالي في الشاشة بيعمل الاتين واحد ان الشاشة هتكون ثالثة اكتر في مستوى عرض الفريمات اقل في التيرينج او التقطيع واقل في الامبوت لاج التلاتة دولار بيمثله كابوس اي جيمر كومبيتوتيف او ريجيولر بالاخص لو كان كومبيتوتيف ليه الشاشة هتكون ثالثة لان ببساطة معدل عرض الصورة هيكون الضعف لما تكرنه مثلا بشاشة 60 هرتز بالتالي مش هيكون في فرق في الحركة على الشاشة وبين اللي منه مفترض هيترجم من كارت الشاشة اقل في التيرينج وده بيحصل لما بيتم عرض الفريم معين او صورة جديدة في وسط عملية تحديث للشاشة فيبان كأن الصورة مقسومة لنصين او تلاتة لما تطعيرت صورة مختلفة في نفس الوقت وهنا الرفريش ريت لحد ما بيعالج الموضوع ده عشان انت بتكون قادر انك تاخد الصورة كاملة بكل تفاصيلها ومؤسرتها قبل ما تنقل على صورة جديدة او مشهج جديد واخر ميزة وهي الانبوت لاجي عشان اوضح لك النقطة دي خليني اوضحها لك بسيناريو او معادلة سريعة تخيل ان عندك شاشتين وجهازين زي بعض في كل حاجة الاختلاف الوحيد في الرفريش ريت واحدة ب144 والتانية ب60 هرتز وحاطت في بالك ان مفيز زمن تأخير بين قطع الهارد وير انا عارف ان سيناريو زي كده صعب شوية بس خليك متخيل معايا الامر كله في بس بين الشاشتين زمن تأخير يقدر بحوالي 9 ميلي ساكند تحسبها ازاي انا اقول لك خد رقم الاستجابة واللي بيكون غالبا في الشاشات دي 1 ميلي ساكند اقسمه مرة على 60 ومرة على 144 واضرب الرقم في 1000 اللي هو عدد الميلي ساكند في الثانية الواحدة هيدي لك 16 ميلي ساكند لو الشاشة 60 هرتز والمية 44 هتكون 6.9 من 10 ميلي ساكند زمن تأخيره طبعا انت حاسس ان كل الكلام ده مش مؤثر او انه مش فارق معاك كتير او انت مش ملاحظ حاجة زي كده وممكن بعض الناس تروح لنظرية المؤامرة المعتادة وهي ان الشركات بتتحك علينا وعمل مميزات وبتحور عليها اي هبد في الجبل عشان تبيع شاشات سعرا هتكون اعلى من شاشاتها التقلدية وبتلعب على مشاعرنا زي مثلا الـ HDR في الواقع انا عشان ابين مدى صحة هذا المعتقد هرجع الموضوع لايه هو اصلا الرفريش ريت يعني احنا هنعرف ايه هو اساسا الرفريش ريت في الشاشات وبعدها هنقدر نحكم هل احنا فعلا محتاجين نهتم بيه ولا لا زي الـ HDR كده احنا جبنا الموضوع من جزوره واكتشفنا ان الموضوع فعلا فارق بس لما مطور اللعبة يكون حاطة الموضوع ده في الحزبان في كل رقن من اركان اللعبة لكن الرفريش ريت هنا مختلف وخليني اقول لك ليه هجيب مية وارجع لك تاني تعريف الرفريش ريت هو عدد المرات في الثانية الواحدة اللي هتقدر فيها الشاشة تتحدث بداتة جديدة من كارت الشاشة الرفريش ريت بيتقاس باشهر وحدة الهرتز. واحد هرتز معناها فريم واحد في الثانية الواحدة فاين كانت المؤثرات في الفريم ده الشاشة هتعرضها مدام كارت الشاشة قادر ان هيعلج المحتوى يعني الشاشة هنا ما هية لوسيلة عرض لللي هيعرضه كارت الشاشة مدام مافيش حاجة معينة بتتطلب شاشة معينة زي الـ HDR مثلا الذي نستنتجه من الكلام ده ان الرفريش ريت ا北بلوت Hugh هو الحد الاقصى اللي هتقدر تعرضه الشاشة في الثانية الواحدة ومن هنا تبدأ تبني المشاكل على افتراض ان معاك كارت شاشة قادر انه يعالج محتوى معين بسرعة 40 فريم في الثانية الوحدة والشاشة بتاعتك معدل التحديث بتاعها هو 60 فريم في الثانية الوحدة كعادة معظم الشاشات التقليدية اللي موجودة في السوق انت في الحالة دي ما عندكش مشكلة لان سقف عرض الشاشة 60 هرتز وانت جهازك اخره 40 فريم في الثانية الشاشة هتعمل عملية سد بين مجموعات الفريمات لان الداتا اللي جايلها اقل من معدل التحديث بتاعها وما ان ما بقاش تارجت اي حد ان يجيب 40 فريم لان الستين هو افضل طريقة عرضة حاليا ايه اللي يحصل لو ربنا انا معاليك بكارت بيقدر يعرض ما فوق الستين فريم او يعرض اقصى قدرة من الشاشة اللي عندك الحقيقة الشاشة هنا مش في ايديها اي حاجة تعملها غير انها تعرض اقصى قدرة بتقدمها وفي الحالة دي هتكون الستين فريم او الستين هرتز فانت هنا محكوم بانك مش هتشوف اكتر من تأثير الستين فريم بالتالي الحركة بالنسبالك في الوقت ده كانها بتنط من مكان لمكان او مش متمشية بصورة سالسة او بتقطع في حركتها زي مثلا الديمو اللي بين قدامك طبعا مع سرعة اقل لحركة المجسم هتلاحص كل ده ده غير طبعا الموشن بلور اللي مش هيخليك تفرق بين المجسم الحقيقي وما بين الطيف بتاعه يبقى اختيارك ده هيحللنا مشكلة كبيرة وهي اني عشان اختار شاشة مثلا الرفريش ريب بتاعها 144 هرتز لازم اللعبة اللي بلعبها هيكون الكارت بتاعي قادر بشكل ما انه ينتج لي ما لا يقل عن 100 فريم في الثانية الوحدة وده غالبا مش موجود في العاب من نوعية لكن العاب الـ e-sports اللي غالبا مش مهتمة بصورة كبيرة بالتطور اللي بيحصل في عالم الجرافيكس من ريت ريسنج وخلافه الاهم بالنسبة لها او اللاعبين هم حاجتين الليتنسي وتاني حاجة هي الفريم دايما بيفضلوا ان يكون عندهم متوسط فريمات عالي لدرجة انه ممكن يضحي بحاجات كتير في اعدادات اللعبة من جرافيكس وريزولوشن حتى عشان بس ياخد متوسط فريمات عالي يناسب تردد الشاشة وهنا بقى بيبالج فايدة انك تشتري شاشة يكون الرفريش ريب بتاعها اعلى من 60 هرتز فعلى افتراض انك ناوي تحترف الالعاب من نوعية الـ e-sports هل شاشة زي البنكي وزوي XL-24-11P سعرا ومواصفات حل مناسب بالنسبة لك؟ الـ XL-24-11P شاشة حجمها 24 بوصة بدقة عرض 1080P وبانل من نوع TN وزي ما احنا عارفين من حلقة فاتت انها الاسرع من حيث البانلز للشاشات المختلفة ده لانها جاية بزمن استجابة 1 ميلي ساكند من نوع Gray to Gray ورفريش ريت 144 هرتز اللي هو اساسا محور حلقتنا الشاشة تصميمها تقليدي جدا لا كيرفد ولا حتى فيها اي حاجة تناسب ترند الشاشات في الفترة دي الفريم بتاعها بلاستيك مصمت ما بيعكسش الاضاءة لكنه كبير نسبيا مقارنة بشاشات تانية ظهر الشاشة من البلاستيك وسمكه عالي جدا مقارنة بالشاشات اللي بقت برضو متاحة حاليا تقدر تتحكم في الشاشة في ارتفاعها فوق وتحت تتحكم في اتجاهها قدام وورا شمال ويمين وتلف معاك بالشكل ده ده لو حابب انك تستخدمها في الكتابة او تسكرول طايم لاين الفيسبوك كله تستخدمها شاشة سانوية مع شاشة اساسية 240 هرتز وتبقى كده وسعت منك على الاخير لكن لو حابب ان دي تكون شاشتك الاساسية ايه اللي انت متوقعوا منها الحقيقة انا مش محترف في العاب اي سبورتس انا اخذ كام مصطفى ان العب باتلفيلد شوية واكان ببعيد عن الناس واقعد انشف اللي رايح واللي جاي وانا الشاشة ساعدتني في ان اغير في السين في حاجة اسمها البلاك ايكولايزر ودي ببساطة بترفع من الاكسبوجر في المناطق المضلمة بحيث انك تقدر تشوف المجسمات جوه اللعبة بشكل اوضح ممكن البعض افتكيرها طريقة من طرق الغش لان التقنية او الميزة بمعنى اصح بتلعب على نقطة الجاما ليفل الحاجة التانية اللذيذة في الشاشة ميزة اسمها color vibrance من اكبر العيوب اللي في الشاشات اللي بتكون جاية ببانيل تي ان ان الوانها مش هقول وحشة بس سيرنج الالوان بتاعها تعبان فبينكيو عملت خاصية color vibrance عشان بس ترفع من مستوى الالوان بالتالي تحاول انها هتعالج شوية من مشاكل البانيل الاساسية في الالعاب مع اني مش بعتبر ان ده عايب خصوصا لو انت عارف الفرق بين البانيلز بين الشاشات ولو مش عارف فانا عامل حلقة كاملة فيها كل حاجة عن البانيلز بتاعت الشاشات اللي موجودة حاليا اللي تقدر طبعا ترجع لها من الآية اللي هتظهر لك هنا طيب اشتري الشاشة دي ولا لأ الشاشة دي سعرها 200 دولار فهي سعرا على حسب ما لقيت سعرها مناسب جدا لامكانياتها بعيدا طبعا عن مزايا بينكيو الزيادة لكن شكلها ما هواش الافضل لكنها مقبولة وعملية جدا في اكتر من سيناريوم سواء كتابة طبعا مش ده الغاية الاساسية بتاعتها او استخدام عادي طبعا دي برضو مش الغاية الاساسية لكن جيمينج هي ممتازة جدا استخدمت الشاشة دي لمدة توصل ليومين بالزبط في العاب من نوعية فرست بيرسون شوتر على كارت 2080 تي اي ليه؟ عشان بس اضمن اني اخد اعلى معدل فريمات ممكن الشاشة سلسة جدا مفيش جوستنج مفيش تيرينج مفيش انبوت لاج فيه سلاسة كويسة في اللعب ممكن لو الفريمات زادت عن 144 فرين في الثانية هنا تبدأ تقابل المشاكل بتاعتك طبعا عشان تحل المشكلة دي هتكون محتاج شاشة يكون الرفريش ريت بتاعها مثلا 240 زي ال اكس ال 2740 مثلا من بينكي وزوي لكن طول ما انت فرينج ال 144 فانت في السيف سايد مدين ان لنقطة مهمة قبل نهاية الحلقة لو انا اي سبورت جيمر من الدرجة الاولى وعاوز كارت سارا مقابل اداء ومواصفات زي الشاشة بالزبط ايه الافضل بالنسبالي؟ الحقيقة بناء على بنشوارك انفيديا اللي يكريمها طبعا على اعلى اعدادات في الالعاب من نوعية الباتر ريال عاملها عشان يقيسوا اقصى درجة للكروت لو انت من الناس اللي بيحبوا اعلى اعدادات في اي لعبة ايا كانت فانت بدايتك في الوقت الحالي من ال 1660 تي اي لحد الارتي اكس 2080 تي اي طبعا كروت الارتي اكس في فكرة الاي سبورتس بالنسبالها سهلة جدا لانها بالاساس كروت معمولة عشان العاب قتل اللي هي العاب تريبل ايه طيب لو كروت اقل من ال 1660 تي اي وابعها الطبيعي ايه انت هنا هتبتدي تلعب على الاعدادات في كروت زي ال 1660 وال1650 عشان توصل لمعدل الميت فريم وطبعا لازم تكون عارف الاعدادات اللي بتحليها ايه وبتوطيها عشان ده ما يقصرش على تجربتك لللعبة نفسها لو مش عارف ايه الاعدادات اللي مفترض انك تشتغل عليها اعتقد اننا هنعمل عنها حلقة عن قريب عشان تجيلك الحلقة دي ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردوية ولو حلقتنا عجبتك سيب رأيك تحت في التعليقات ولايك وشوفكم في الحلقة الجديدة اشتركوا في القناة